مرحبا شباب تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة على الصياد المكتوبة باللغة الإنجليزية وعلى الفيسبوك من خلال البيت بلاب العلاوي على الصياد أصدقائي وعزائي اليوم عندنا طريقة التجليس الخامسة اللي نستخدمها والبلبل البري أو الوحشي حتى نخليه يكون راكض بالقفص أو أليف يعني مو أليف يوصل لمرحلة أنه ما يخاف من عندنا ويتروض اليوم عندنا قفص موجود يمنى لأحد الأصدقاء حبينا نستغله ونصور هذا الفيديو حتى نوصل الفكرة لكم بشكل صحيح عندنا هذا القفص هذا قفص نقل البلاب اللي نسميه قياسه تقريبا 25 سنتيم مربع القفص مثل ما تلاحظون بمشتم واحد بس قفص صغير كلش البلبل ما يقدر يطاير مننا ومننا الأكل والمي كله قريب عليه بحيث أنه على هذا المشتم يوصل لأكله وميه وينام على هذا المشتم يعني البلبل شون نقول أحنا متقيد بهذا القفص وما يقدر يتهزم منه ومنه هاي الطريقة أنا أعتبرها أسهل طريقة وخلي نقول من الطرق الناجحة والفعالة مية بالمية هنا البلبل ما رح يلقى مكانات يتهزم بيها إذا كان القفص شبير القفص صغير رح يفطر البلبل يكون قريب من عندك يفطر أنه يواجهك ما كو مشكلة إذا كان القفص بالقاعة تخليه أو معلق ما كو أي مشكلة ما كو أي فرق الفكرة أنه هو القفص صغير وما يخلي البلبل يظلي الطاير منه ومنه ويحس بسلوكه البري أو أنه عنده حرية الطيران هذا القفص طبعا يستخدمه هواي أشياء قبل شارحيها أنه إذا عندك بلبل جناحة مخلوعة أو مكسور تقدر تعاجب هذا القفص خلي بهذا القفص تقلل حركته حتى الرجل الرجل البلبل المصاب أهم نستخدمه بهذا القفص لأنه قفص صغير يقلل حركة البلبل صحيح شوية البلبل رح يتبهدل به يعني شوية رح يتوص خريشة لأنه القفص صغير بس هذه أنا أعتبرها أفضل طريقة لترويض البلبل وأنصح شغلة أخيرة أنه الترويض دائما خلوه أو التجليس البلبل أو تركيد البلبل خليكون عدكم بفصل الشتاء استخدمون هاي الشغلة ليش البلبل بفصل الشتاء ما يتعب ما يتأذى ونقدر نضغط عليه بدون ما يعني يتأذى الطير أو يفحط أو يلهس أو يمرض أفضل من الصيف الصيف احنا ما نقدر نضغط عليه يعني مجرد أنه إذا طار البلبل أو ضلي الطاير رح يفقد سواءل بجسمه وراح يموت إن شاء الله وصلت المعلومة وتحياتنا لكم ترجمة نانسي قنقر